للجمهور. وايه اللي مطلوب من الجمهور خلال الفترة اللي جاي? اه التكاتف تاني يبقى ورا الفرقة. يعني يعني ما انا برضو زي ما بتنصح الجمهور وزي ما بتنصح اللعيبة وبتوجه الرسالة هي مش نصيحة لان كل واحد واعي كويس قوي بالنادي الاهلي واعي بفرقيته واعي بنفسه يعني. فلكن انت النهاردة اكيد محتاج النهاردة جمهورك يبقى موجود في الملعب. بشكل كبير. مش عايز اروح الملعب عشان يبقى فيه الفوز لحد تاني او او خارجة انا عايز اشجع في رقيتي. ده اللي اتعودت عليه. انا اروح اشجع في رقيتي. بنبسط. النهاردة المنافس بقى عنده جماهير بتروح. عشان المكسب هو اللي مخليهم يبقى فيه جماهير. لأ. النادي الاهلي اساس المكسب. اساس كل حاجة. لازم النهاردة يبقى الجمهور رايح عارف انها رايح للنادي الاهلي. اه. لكن انا ما ينفعش يبقى فتح الملعب الناس تيجي وما حدش بيجي. ده 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 في حد ذاته يعني. يعني اتمنى هالفترة الجاية ان يبقى فيه اه تكاتف من الجماهير يبقى فيه لما تاني يبقى فيه اه عدد من الجماهير بيبقى موجود في في الماتشاط وبيبقى مع الفرقة وبيساندهم بقوة لان هو ده النادي الاهلي بيلعب كده دايما تحت ضغط وبيلعب تحت اه زروف عكسه معاكسة دايما. فلازم النهاردة يبقى فيه حد على الال اللي بيساعده. فاللي يساعده رقم واحدة وجمهور طبعا.